ليرا ورا ليرا معي أنا شارولين مرحبا اليوم رح نحكي شوي عن المشاريع الثقافية كتار منكن وقت سمعوا الجملة الأولى قالوا بينهم وبين حالهم أن المشاريع الثقافية هي دائما مشاريع خسرانة وما بتنجح أول شي لازم نشيل هاي الفكرة من رأسنا لأنه لو هاي الفكرة صحيحة ما منلاقي آلاف دور النشر والمجلات والجرائد والمنتديات والمقاهي الثقافية والمكتبات وغيرها من تشرح حول العالم طيب ليش لكان بعض المشاريع الثقافية ما بتنجح في عدة أسباب أولها أنه ممكن المشروع نفسه مو مدروس منيح وكلنا بنعرف أنه أي مشروع بحاجة دراسة وجدوى اقتصادية قبل انطلاقه بس أحياناً نحن منتحمس ومننطلق بالمشروع قبل اكتمال الدراسة والتأكد من جاهزيتنا ولتفادي هذا الشي بدنا نعمل دراسة كاملة وشاملة عن المشروع تبعنا ونكون جاهزين لكل شي قبل انطلاقه وإذا شفنا حالنا مو جاهزين بأي ناحية أو جزئية لازم نستنى شوي ونكمل للجزء يلي مو مكتمل في سبب تاني وهو كتير مهم أنه الشخص المثقف يلي حابب يعمل مشروع ثقافي مو شرط يكون ناجح بالإدارة مشان هيك إذا حسيت أنك كصاحب فكرة مشروع مو مؤهل لإدارته ما بيمنع أنه يكون المدير شخص تاني وإنت تكون متابع للعمل لأنه الإدارة مهارة ومعرفة إلى أصولها ومو كل حدا بيمتلكها فإذا بهمك نجاح مشروعك انتبه لهي النقطة السبب الثالث وهو السوق يعني لما بدك تعمل مشروع ثقافي فكر بشي جديد ومتميز لا تكرر وتقلد لموجود بالسوق لأنه ساعتها منتجك رح يكون زايد وما رح يلفت انتباه الناس فكر بشي مختلف ومتميز كمان من أسباب عدم نجاح بعض المشاريع الثقافية عدم اختيار الزمان والمكان المناسبين للمشروع مثال بسيط إذا بتفتح مكتبة بسوق خضرة ما رح يكون المشروع ناجح لأنه اللي بيقصد سوق الخضرة بده خضرة ما بده كتاب بهاي الحالة فتح مشروعك بسوق الكتب والثقافة والقراءة أو قريب من شي جامعة مثلاً واختار أفضل وقت لانطلاق المشروع يعني إذا عم نحكي عن المكتبة ممكن تفتحها مع بداية العام الدراسي وباقي الأسباب اللي ممكن تكون سبب لفشل بعض المشاريع الثقافية هي اللي بتتعلق بكل المشاريع مو بس بالمشاريع الثقافية مثل عدم وجود خطة إنتاجية وعدم دراسة الأسعار ومقارنتها بأسعار السوق وعدم جودة المنتج وغيرها إذا بتراعوا هاي الأسباب ما في شي يمنع أنه مشروعكم يكون ناجح وتذكروا أنه حماسكم لمشروعكم مهم بس لا تكونوا مندفعين وتخطوا أي خطوة بدون تفكيروا دراسة مسبقة إذا ببالكن مشروع ثقافي حابين تشتغلوا عليه فيكن تحكولنا عنه من خلال الرسائل على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو شاركونا فيه بالتعليقات ومنتمنى لكم التوفيق ليرة وراء ليرة معي أنا شارولين شكرا